اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 المسل المحتاج بشكل كبير المسل استخدمه مرة واحدة بس بس نخليه تعبه دقيق نخليه تعبه ننتظر شوية خلط الصوريخ تتعبه نسحب من هنا واحد نحط هنا المسل ما في ما قال وضعها المسل المترجم اهلا لا تضحيها المسلم مهما التحضير ترجمة نانسي قنقر 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 هنالين بالدرع 10 لكن الماكس باور 8 و 3 مرة كثيرة ويسبب كمان هذا إلكترون مغنج هذا يسبب كمان الدامج زيادة يسبب دامج إلكتروني بس إنوه ماكس باور 8 عندك شوف هذا هذا يعطيك 72 الدامج لكن لو بنركب هنا لو بنركب هذا المدفع هذا لا يعطيني أقل يعطيني أقل 36 هذه بصراحة مان يفهمهم اضحك عليكم من قواتي مني فهمها بصراحة ليش هنا اعطاني 36 و ليش هنا اعطاني 72 تمام نعطيك 72 يعني 72 شي شي جبار طيب انا لو بشتري اشتري هذا شوف هذا رخيص ده والله اريد اشتريه وحطه وبدل هذا 72 دمج ترى مرة مرة عادة جدا جدا عادة طيب نشتريها الان يلا طيب جينا هنا على اللي هو هنا هذي اللي هو الانجين شفين فوق الانجين هو المحرك الانجين شو ميزني في الانجين انا الانجين هو يعطيك مثلا انجين ثرست اللي هي خلنا نقول الدعسة ثرست اللي هو الدعسة تمام البوست منوفرينغ ثرست اللي هو ثرست اللي هو الموفرينغ وانت داعس تقدر تصلح منوفر اللي هو مراوغة والانجين هيلث وصحة الانجين هو انا عندي 116 هل يطيني 134 يعني هذا فاحة جيد بس انا ما عندي كم؟ 10 ألف ولا 10 ألف كثير طيب عندنا الدرع الدرع طبعا هم شي الدرع اللي هو يهمنا ايش كلاس اي ماكس باور ثلاثة تجده ثلاث نقاط ياخذ ثلاث نقاط صحة الدرع 310 والاعادة كم يتعبى؟ يتعبى 10% يتعبى كل ثانية 10% تمام؟ فنشوف ان الدرع لا هذا الدرع اكبر بس برضو 10% درع افضل هذا بصراحة هذا بصراحة الدرع 400 وصراحة تفلك والله بس الماكس باور 5 الماكس باور 5 صعبة صعبة ياخذ خمسة نقاط جدا اشوف هذا جيد وهذا جيد خمسة نقاط يعني الدرع بالذات لازم عشان تاخذ الدرع كامل لازم تعبيها نقاط كلها يعني قسم انت 420 على خمسة كم يعطيك؟ يعني النقطة الواحدة تعطيك 84 درع طيب عندك الاخير هذا الجراف هذا اللي هو الجراف هذا حق القفزة حق القفزة الضوئية شايفين؟ هذا يعطيك الان يعني تركزي على كلاس حقه ايه؟ الماكس باور 8 ياخذ ثمانية نقاط الجراف جنب ثرست 13 13 يعني 13 سنة ضوئية بس سنة انقص 16 سنة ضوئية وعندك هنا جراف درايف هيلت الصح حقه 52 هذا الصح حقه 61 و 4 اشوفه يلا ما اشوفه مرة اللي همك كنا هو الاسلحة واللي همك كمان هو الدرع كزع الدرع بس الدرع زي كذا هذا ما ينفع هذا ياخذ خمسة نقاط ما ينفع أبدا أبدا ما ينفع وحطها في الأسلحة أفضل طيب الآن يقول لك أنت الآن صلحت تطويري يقول لك اشترينا سلاح لا بضغط اكس أبلغيه لأن الرشاش أفضل الرشاش أفضل دائمون من من المدفع المدفع ممكن الطلقة توخر ممكن الطلقة ما تصيب 100 بالمئة لكن الرشاش يصيب 90 بالمئة فلا نقول لا لا ما سخلينا على سلاح موجود نفسه سلاح موجود نفسه سلاح موجود نفسه سلاح موجود نفسه طيب الآن لو ضغطنا زر الأكس وش فيه ندخل على الشب بولدر هذا أصلا نحتاج مقطع الواحد وكامل بس أختصر لكم من هنا تقدر أول شي تلون السفينة والله السفينة ما أعجبك لونه تقدر تلون السفينة كيف تلون السفينة تختار الجزء اللي تبغاه تمام وتضغط على الس تمام وتغير من اللون ماذا أنا بحط اللون خليها لون أخضر يلا هذا اللون أخضر طيب لو ضغطنا الب نختار كل شي ونضغط الس ونغير لون السفينة بشكل كامل خليها كلها لونه أخضر شوف كيف الآن صارت عندنا سفينة خضراء يا سلام احتفاءا باليوم الوطني السعودي شوف كيف يا سلام شوف كيف شي جطان طيب تقدر بس تغير اللون لا من هنا تقدر تغيروا مثلا أماكن الأسلحة مثلا عند السلاح هذا مو عجب نينة مثلا خلنا أعطيكم مثال نقرب بLT وRT طبعا نقرب بLT وRT نتحرك زي كذا بعصد تحكم اللي هي اليمين عصد تحكم اللي صار تتحرك بس زي كذا قدام هنا قدام والخلف بالديباد تحرك القطع بالديباد يعني مثلا لو مسكنا القطع هذا مثلا السلاح هذا مو عجب أريكم السلاح هذا أحطه بغير مكان أحطه مثلا تحت هنا أخليه تحت هنا مثلا شوف يطلع لك الأماكن هيا أنت ما يحتاجه يطلع لك الأماكن ما تحط على كيفك شوف أحطه هنا شوف نزل كده تحت وقدمها خاصينا تمام ركبنا يلا الآن ركب شايفين غيرت مكانه والله السلاح هذا مو عجبني مكانه أخليه تحت هنا أحطينا الأسلحة قدام شوف كيف تمام مثلا الرأس هذا مو عجبني مكانه اللي هو المقطورة أغير مكانه تمام لكن ما تغير على كيفك لا ما تغير على كيفك زي الآن لو صلاحنا أخي خلصت سأضغط زر الأوبشن نضغط زر الأوبشن أو زر ستارت يصليح لك فحص للسفينة يقول خاص انت السفينة حقدك كويسة انت السفينة حقدك الآن كويسة علامة صح لكن أقدر أضيف شيء نعم مثلا لو طلعت مثلا خلنا نقول المحركات هذا أقدر أغير مكان لا أقدر أغير مكان لا أطلع على شيء مكان يضع فيه يعني لا أقدر أغير مكان هنا أقدر أغير مكان لا أقدر أغير مكان كيف أقدر أغير مكان هنا أقدر أغير مكان هنا أقدر أضيف سلاح هنا أقدر أضيف سلاح نعم أقدر أضيف سلاح فأجي هنا على خارج السفينة وأضغط حرف A الآن من هنا يلا أختار هنا عندك الأسلحة هنا عندك البايس المدرج أقدر أغير هذا باللي تحت تمام أقدر أغيرها طبعا ما فلوس تغير هنا عندك الكارغو هنا الكارغو هي الحمولة يا سلام الحمولة تزيد بس غريبة الحمولة أفروض تزيد لأن الماس جيد جيد للذات الحمولة بس الحمولة تقدر تزيد أدوات أكثر تشيلد أدوات أكثر وتزيد لك الصحة كمان لو نأخذ الحمولة هذي لماذا نقول نأخذ هذي طب هذي ما أقدر أخذ هذي 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 فيها مهارة لازم تفتحها في مهارة تفتحها لازم عشان تطور سفينة أكثر وتشتري سفن أكثر فنأخذ الحمولة هذي مثلا أقدر أركبها في مكان ما أقدر أركبها في مكان ما أقدر أركبها كيف أعرف لو ضغط عليها X لا تتعب نفسك تروح تلفلف فيها اضغط عليها حرف A إذا ما أطلع لك أزرق هنا لا تتعب نفسك طيب نحذفها ب X نحف شكما نقدر نحط نحط هنا هو الكوكبيت الكوكبيت اللي هي المقطورة المقطورة الأمامية اش فايدات المقطورة الأمامية تزيد لصحة تزيد لي برضو الكارغو اللي هي تزوديا الكارغو الحمولة أقدر أشيل الحمولة أكثر و تزيد لعدل عضاء أقدر أحط عدل عضاء أكثر تمام؟ لديها مثلا تزيد الثاني عضاء زيادة و تزيد القرق و مثلا لو هذه حطها بدل مين اجا ازلها تحت و أحطها بدل المقطورة هذه المقطورة هذي شوف نقرب كيف بعدها نرفعها فوق نطلع منها هذه نشيلها بس شوي كده و نحط هذه تعال هنا التحكم السيء و نحط هنا تمام يلو يمكنك تسمح يمكنك تقول لي لا انا ما قدر مقبل الشياء هذا شيء اسمه طيب شوف كيف هذه المقطورة غيرنا طيب ناخذ الهوة طبعا بفلوس طبعا مقبلاشتر لا تقتفلا نحط السلاح فوق نقدر حط السلاح هنا نقدر حط هنا و ممتاز ناخذ الأسلحة تنسى الأسلحة حقتك في المقطورة هذي نحط السلاح هنا تحت نحط هنا تمام نحط السلاح كله في المقطورة طيب المقطورة فيها شيء ليه ما فيها شيء ليه خلاص غيرنا المقطورة خلاص نغيرنا المقطورة يلا المقطورة أحسن تغير لونها نضغط عليها دقيقة ننشر عليها نضغط الاس نغير لونها بخلي لونها أحمر كذا أخضر أحمر يلا تمام و اس كما نقدر نضيف نقدر نضيف اسلحة نعم نقدر نضيف اسلحة لكن مو على كيف هذي طبعا هي الدوكرز هذي الدوكرز اللي هي اللي تشتبك فيه اللي هي شسمه تشتبك فيه السفن هنا طبعا عندك لهو الإنجل المحرك تقدر تغير المحرك من هنا هنا تقدر تغير هو التانك الفول تانك عشان البوست الانطلاق البوست هنا تقدر تغير القير اللي هو الأرجل هنا تغيره الجرافيتي الجراف درايف و بعضه حق السرنضوئية بس ينقصها ليه ليش نقصها ليه غريب هنا عندك الهابس الهابس هذي هو القلب حقه وشي الاساسي هنا عندك هذيش الرياكتر وهذا يدعم السفينة كله زي ما تقول البطارية بطارية حقت السفينة وهذا الشيلدر هو الدرع تقدر تضيف درع كمان زي الدرع هذا ولا بأضيف الدرع هذا يلا بأضيفة نظيفة اقدر اضيف فوق هنا ادعم Diamond يلوه فوق مع درع يجب ان المتدعم مستدعم قلت وحطه هنا قل يقدر حطه هنا أي وحطنا هنا السلاح طيب تمام الآن خلصنا خلصنا الآن كده كويسين عرفتوا كيف السفينة والهرجتها الآن نضغط على زر start نفحه صور يقول لك عندك مشاكل كثيرة انتشت مودل يقول لك هذا المودل ماه مركض نحذفه ماه مشكلة صليحي الله يلا أنا يقول لك أنت شايل الأسلحة أكثر تمام لازم تحط ثلاثة أسلحة مختلفة فهي على حسب يعني ماه مو على كيف تطير لازم ثلاثة أسلحة مختلفة عندك الدراغون عندك المولر عندك الإتلانتا ونحطنا الدراغون الاميس بريسور صح يلا يقول لك عموما هو يقول لك أنت شايل أكثر من سلاحي فلازم نحذف السلاحة واحد نحذف السلاح هذا نحذف السلاح هذا يلا أنصلح شك أنا حطت سلاحين عندي أربع أسلحة لازم نحذف السلاحة لازم نحذف السلاح نحذف السلاح هذا يلا هذا هنا كيف أنت سلاح إنه سلاح وإنه سلاح وإنه سلاح خلاص فإنه كده كويسي يلا صح؟ أوكي ممتاز صح فإنه الآن السفينة جاهزة وإنه سلاح جديدة وكل جيد جديد الان طلع نخرج من هنا خلاص كيف نخرج نضغط زر الدائر انت لا صلحت تعديلات على السفينة تبغى توافق عليها ولا ترفضها تضغط اي توافق و اكس ترفض اي وفق خلاص هذه السفينة حقاتنا ايوه واخد كمان تروفي حق تعديل السفينة تمام طيب الان نشتري سفينة تبغى تشتري مرة سفينة كاملة تجي هنا ماذا تشتري السفن خلاص هنا عندك السفن عرفنا كيف نقرأ السفن وكيف نختار السفين على كيف ضغط راس تشوف كيف سفينة كيف سفين هذه مرة ومتازر طيب الى همنا ايه ما ايه ما انا ان الاسلحة تقدر تغير الاسلحة ما الان مشكرا لساقي يبدو ان ما تقدر تشيل غير سلاحين التباهك لو قم تشيل غير سلاحين عندك اللي همنا الدرح حقه الدرح حقه كم نجي نشوف الرياектор ستة عشر وعندك الجنب 22 سنة ضوئية هذي شكل حقه تسافر اكثر مولنا حقه اقتصا مات توقع الحق هذا ممكن حق قتال يواضح انها حق قتال هاي شوف كيف هاي هاي شكلا سفينة قتلية هاي سفينة قتلية. بس اسعارها 200-279.000 هاي واضح انها سفينة قتلية بس ايش حرف البي حرف البي يعني سفينة قوية يعني شوف كيف حرف البي. هذي آه هذي اه هذي اه هذي اه هذي اه هذي بي تمام اين تشترى السفين? اتوقح نحن كذا غطينا السفينة بشكل عام ما توقع كذا غطينا السفينة تغيرت واشكف صار شك خذي قنبلة هادي السفينة حقاتنا شب كيف بس والله هناك أشياء كثيرة همشي عندي اللون هنا هنكتغير اللون السفينة إذا تقدمت قدمت كثير تقدر ايش؟ تطورها أكثر وسمعت كمان في حاجة ما امتكد منها اللي هي إذا خلصت مهمات هذه المهمات الصفراء هذي كلها رح يعطونك سفينة سفينة قوية جدا فأحاول تركز على تخلصها أولا أنا أحاول أخلصها الآن عشان يعطوني سفينة او لا يعطوني سفينة أكلمكم إن شاء الله مقطع الجاهل لبعد في الختام لا تنسوا اللي اشتركوا في القناة ودفع المقطع أصحابك خلوا بيستمتعون بذات المتابين بلعبة ستارفيلد حقيقكم على حساب استغرام تويتر وحليق الموقع تاريك بلعاب العبادة ودراسة الله تدين والسلام عليكم وبركاته